بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجنه صدام وتورط في الفساد من هو قاسم مصلح متابعين لأول مرة الرجال اشترك في القناة تصدر اسم القيادي في ميليشيا الحجد الشاعب بالعراق قاسم مصلح واجهات الأخبار عقب التطورات التي رفقت عملية القائل قبض عليه مؤخرا وعلى مدى الأيام الماضية دخلت العاصمة العراقية حالة انزار وتأهب أمن بعد استعراض مسلح نفذته أنوية تابعة لميليشيا الحجد تبعاها اقتحامل منطقة رئاسية المحصنة وسط بغداد تحملهم سيارات رباعية التفع عليها مدافع أحادية وباستخدام السلاح المنفلت والتحشيد العسكري مارست تلك الأنوية الضغط على الحكومة العراقية بغية التأثير عليها لاتخاذ قرار بالإفراج على القيادي قاسم مصلح فمن هو القيادي البارزة التي تحرقت من أجل تلك الفصائل المسلحة وطالبت قوى سياسية قريبة من المنشيات بإطلاق صراحه رجل إيران ظهر قاس اسم قاسم كريم محمود مصلح الخفاجي في وسائل الإعلام والأوساط العامة مع احتلال تنظيم داعش لمدن العراقية قبل سبع سنوات وتشكيل قوة الحجد الشعبي تنفيزا لما عرفها حينها بفتوى الجهاد الكفائي يمتلك قاسم مصلح علاقات وطيلة مع سياسة طهران وقد قدمت له الدعم وقررته من قياداتها الكبيرة حتى أمس أحد المقربين من قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية عند مطار بغداب مطلع العام الماضي دخل مصلح السجن مرتين دخل مصلح السجن مرتين الأولى إبان حكم الرئيس العراق الراحل صدام حسين بعد اتهامه بالاشتراك بأحداث الشعبانية مطلع تسعينات القرن الماضي ومرة أخرى عام 2003 حين معتقل أعداد قوات الأمريكية إقالة جراء الفساد أسس مصلح قوة عسكرية لحماية المراقل الشيعية قبل إعلان المرجع العراقي على السستاني على فتوى الجهاد الكفائي ثم أسس لواء علي الأكبر الذي كان له دور كبير في أماكن مهمة سيطر عليها تنظيم داعش وخصوصا منطقة جرف الصخر جنوب العاصمة بغداد لكن الرجل أقيل من قيادة اللواء في وقت مبكر من الحرب على داعش على خلفية اتهام وارتكاب مخالفات وقضايا فساد مالي وإداري غير أنه سرعان ما تسلل بعد ذلك قيادة اللواء آخر هو لواء الطفوف الذي عمل بشكل رئيس مع ميليشيا عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله في معارك تحرير الموصل وبعد تحرير الموصل انتشر لواء الطفوف تابع لقاسم في منطقة غربي الأنبار وهو يدير حاليا مناطق القائم وعاكشات بالتعاون مع الأنوية التابعة لمنشيات كتائب حزب الله وفجل الاربعاء الماضي اعتقل رجل إيران بالعراق من قبل قوة أمنية يشرف عليها وكيل وزارة الداخلية للشؤون الاستخباراتية بتهم ارتكاب عمليات إرهابية منها مواجهة القوائد العسكر التي تستضيفها القوات الأجنبية والتورط في عملية قتل منشيط التظاهرات الاحتجاجية في العراق وبعد يومين من اعتقال سراعة المرجعي الدنيا في النجف وعلى لسان وكيلها المعتمد عبد المهدي الكربلائي بحسب تقاليم صحفية إلى التمرؤ من أي صلة أو ارتباط مع النصدح فيما شددت على محاسبة كل من يخرق القانون